بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا حبايبي عاملين ايه معاكم هيبة من قناة بيتك اجمل معايا النهاردة بقى هنبدأ مع بعض كده روتين خفيف كده ويه لذيذ ويه حاجة كده نقول عليها نشاط طول اليوم هنشوف هنعمل ايه مع بعض طول اليوم طبعا انا صحية من بدر جدا دلوقتي الساعة حوالي 6 الصبح حدرت للولاد الشنطة بتاعت المدرسة والزمزمية بتاعت المية وعملت لهم كمان السندوتشات وحضرت لهم اللبس عشان خاطر هننزل بقى نروح المدرسة ونشوف بقية يومنا في ايه طبعا هم لسه نايمين لكن ملك صحية معايا حضرت لهم اللبس بتاعهم بما ان الجو خلاص حرر خلاص قوي مش عارفة الحر يجي مرة واحدة فهم هيروحوا بقى بلبس سيفي كده لاني عبال ما بيروحوا المدرسة والدهر بيأزن بيبقى الدنيا حر جدا جدا بشاير السيف بقى جات كل سنة هم تطيبين وكل سنة هم تطيبين عشان اول شعبان دوات لبس المدرسة بقى بتاع منا ويوسف هم الاتنين بيلبسوا زي بعض البنات زي السبيون ورحت قدتهم بقى المدرسة وجيت من المدرسة زي ما انتوا شايفين كده الدنيا مقلوبة طبعا ده حال كل يوم ماينفعش كل يوم مايبقاش فيه المنظر دو فبحاول ألم الدنيا كده على قد ما بقدر علشان خاطر لما يجوا من المدرسة يلاقوا الدنيا نظيفة وجو كده مترتب وكل حاجة متزبطة اي نعم مش باخد وقت كتير لكن صراحة ارهاق ارهاق علي لانا كل يوم بعمل الحاجة دات بس هنعمل ايه ده حال كل الامهات ماينفعش لحنا يوم ما نعملش الكلام دو طبعا لازم تبدل نفسك وقت علشان خاطر ما تخديش الوقت كله بتاع اليوم في مكان واحد وانتي بتروقي يعني مثلا القودة ديت قدامك هي محتاجة لي تغير ملايات تتمسح تدل نفسك وقت كافي اللي انت تخلصيها كله وياريت تكوني خلصتيها قبل ما الوقت يخلص كده هتحس اللي انت عملت انجاز وخلصت بسرعة طبعا انا خلصت ونيمت بقى ملك ودخلت عشان اعمل الاكل قبل ما يجو من المدرسة هنعمل النهاردة ومكارونا بشاميل اللي كده عملتها معاكم كتير قوي هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف يا جماعة اللي ما يعرفش صندوق الوصف دوت السهم اللي ناحية الشمال دوسي عليه السهم اللي هو مقلوب دوت دوسي عليه هيفتح لك اللينكات بتاعت الفيديوهات اللي انا بحطها انا ببقى حطة اللينك بتاع الفيديو وكتبة فوقيه عنوان الفيديو دوسي على اللينك هتدخلك على طول على الفيديو كده انا عملت البشاميل اللي بعمله وسلقت المكارونا وكمان هعصك بقى اللحمة معايا كمان عصقت معاكم اللحمة قبل كده في فيديو منفصل لوحده وازاي كمان تخزينيها على شنخات اللو انت موظفة ومعندكش وقت اللي انت مثلا تسيجي من برا تعصاج اللحمة لأ عملتها معاكم فرستها وحطتها في الفريزر بجد بتسهل عليك كمان الوقت والجهد الموظفين الله يعينهم بصراحة لما بيجوا من الشغل على حوالي الساعة 2-3 كده ويبدأوا اللي هم يقفوا تاني ويعملوا اكل فدي بتبقى صعبة شوية حاولي ترساق امورك وتعملي حاجات كده في الفريزر عندك هتسهل عليك المواضيع خلاص كده خطيت الملح والبهارات بتاعت الاكل يعني بحب انا حط في البشاميل شطة وفلفل اسود ده قريدي الفلفل اسود ده وتيخلي لون البشاميل غامق شوية بس بجد بيدي طعم حلو قوي لو عندك فلفل ابيض ممكن تحطي فلفل ابيض عادي مفيش اي مشاكل خالص خلاص خلصتها بالشكل ده كده زي ما انت شايفة عملت جنبيها بوفتيك وعملت جنبيها سلطة بس بجد تلع طعمها حلو جدا اللي ما تفرجتش على الفيديو بتاع المكرونة بتاعي ده لازم تروح تتفرج عليه بجد يعني حاجة كده وهم بجد بالذات بقى لما بتقطعيها وهي سخنة والبشاميل بيبقى سيح كده شوية بجد بيبقى طعمه حلو جدا بس بصراحة ما صورتاش المرة دي لاني انا صورتها معاكم قبل كده بس ان شاء الله لو حبيني لانا اجرر الفيديو تاني هكرره ده دلوقتي بقى بعض الغداء وخلصت الموعين مرضيتش بقى اخسل معاكم موعين ولا اي حاجة لاني فيديو الموعين بتاع المرة اللي فاتت الروتين بتاعتولي النهار دخلت فيه كزا مرة موعين بتاعت الفطار والغداء والعاشة لكن المرة دي قلت لأ وريكو كده شكل المطبخ بعد ما بخلصه بيبقى شكله عامل ازاي ورايق كده والدنيا متزبطة بس ما بيقعدش كتير كده يعني ده هو بيكبره قوي كده ساعة بالزبط وبعد كده ببدأ وقوم اعمل حاجات تانية بيتقلب تاني يعني ما ايه يا فرحة ما تمت زي ما بيقولوا بصي بحب انا المطبخ بتاعي قوي بعد الغداء كده والدنيا بتبقى ريئة والشكل كده منظم كده ويعني بجد حاجة تشرح القلب بعديها بساعة بقى ما ادركي ما ادركي يعني على الموعين اللي بتبقى في الحود يا دوب ايه نظرة اخيرة كده قبل ما اخرج ولما باجي ادخل تاني ما ادرك بس احسن حل اللي انت لازم تخسل الموعين بتاعتك بعد ما تخلصي الغداء على طول بنده دوت بقى سألت علي كتير قوي 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 فانا حابة اقولك اللي هو يعني عمل شوية ومش عمل لساعة بي دايقني وانا واقفة بخسل الموعين جايباب كام جايباب 13 جنيه من جامع البنات ناس اللي بتسألني كتير على جامع البنات ان شاء الله لو رحت المرة جاية هصول لكم الشارع من بره لان الناس كتير قوي روحت ومعرفتش توصل عملت لهم بقى كنافة زي ما انتوا شايفين كده بس كنافة ايه من الاخر بقى محدش يقول ولا كنافة بقى اي حلوان تاني كنافة هبة ولا هاش حل زي ما انتوا شايفين كده شكلها يفتح النفس والعسل بقى عليها عملتها بالاشتاة الكذابة آآ كنت عاملها معاكم فيديو قبل كده على القناة آآ واللي ما شايفتش الفيديو هسيبها لها في صندوق الوصف او هنزل الفيديو تاني لاني الطلبت مني كتير او زي ما انتوا شايفين كده الكنافة بجد بتتكلم عن نفسها شايفها والاشتا بقى الكذابة ديت ومش مكلفة خالص يعني ديت حوالي اقل من نص كيلو كنافة وشوية لبن وشوية نيشة وعملت لأحلى صناية كنافة يعني آآ بمكونات سهلة او بسيطة جدا في البيت زي ما انت شايفة كده وطلعت احلى من برة وانضف كمان وحاجات موفرة جدا في البيت بجد تعمها حلو جدا 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 فوق ما تتخيل مش عارفة ايه جدا اللي انا بقولها دي بس ما علينا آآ هنزل لكم الفيديو بتاع الكنافة دوت عشان ما شايفتهش تتفرج عليه كل سنوان طيبين بقى رمضان بيحب الحاجات ديت الحاجات الحلويات ديت عايزين نتكلم شوية كده على شهر رمضان ان شاء الله ونشوف بقى هنشتري ايه وهنعمل ايه ونخزن ايه يعني حاولي كده آآ خلاص فاضل شهر كده على شهر رمضان اللي اما بلغنا رمضان يا رب حاولي كده ترستق امورك شوية عشان خاطر آآ تبدأ اللي انت تجيبي حاجات في البيت خزين رمضان مش كميات كبيرة بس بتبقى حاجات اللي ايه احتياطي في البيت طبعا بعد ما خلصت المطبخ وخلصت لهم الكنافة زي ما انتوا شايفين كده خرجت بقى فرحانة بقى بصنية الكنافة كده عشان ادهالهم لقيت ما ادراكي الشكل دوت بعد المذاكرة يعني يرديكوا كده لا ما يرديكوا مش ينفع كده ما ينفعش عدت روقت الدنيا وزبطت الدنيا زي ما انتوا شايفة كده وكمان غسلت مش غسلتها لأ بخسلها على الناشط بخلي شكلها كده حلو كمان بتدي ريحة كده في القوضة ريحة البرسيل الجل ريحته حلوة قوي عملتوا فيديو معاكم اللي ما اتفرجتش على الفيديو هسيبه لها في تعليق الوصف في الصندوق الوصف طبعا بقى الولاد ناموا الحمد لله هبدأ اعمل بقى مصد كده على وشي عشان خاطر طبعا ما تنسيش نفسك بحاجات بسيطة مكونات سهلة قوي وحاجات على قدل الايد مش بقولك اشتري حاجة عالية اشتري مصد مثلا معادي الخمسين جنيه او الميت جنيه لأ ده هي شوية مية ورد وشوية السماء دي بودرة تلج معلقة من دي ومعلقة من دي بجد كده هتفرق معاك بودرة التلج ديت بتتبع في صيدليات كتير او اللي هي بتاعة الاطفال اللي هي خمس خمسات فيه منها انواع كتير او مش قادرة تجيب الكبيرة دي وهتقعد معاك فترة طويلة كبيرة دي تقريبا بستة جنيه فيه كياس بتتبع باثنين جنيه وبجنيه ونص حاجة زي كده يعني ممكن تجيب حاجات مصدق بعشرة جنيه تقعد معاك حوالي خمس ست شهور ومش بتنتهي ده هو اتبع حمام كريم اللي هو فاتكة بالشكل ده كده هعمل شعري بيه بقى بجد حلو قوي بالمايونيز والبيت بجد جربيه لازم تجربيه لو ما جربتهوش فاتك نص عمرك لأ حلو حلو يعني بجد طبعا بما اني انا حطه مصكة على وشي فهعمل شعري بالمرة يعني زي ما انت شايفة كده خلصت خلاص المصك كمان خلصت الحمام الكريم بتاع الشعر حلو قوي بس هو سعره عالي شوية حمام الكريم ده هو تقريبا فيه صيدلية بحاجة وستين برا في المحلات بيبيعوه بحاجة وثلاثين محلات اللي بتاعت المموظفات اللي بتبيع شامبوهات وحاجات زي كده المايوي بقى بتبيع مؤشر للجسمي حلو قوي للكوع والرقبة بجد حلو قوي 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 انا عن نفس جربته وبصراحة ابهرني يعني بجد هو فيه زي صنفرة كده حبيبات بس حلو قوي بس زي ما انت شايفة ده اسمه كده بتبيع بحوالي 13 او 12 جنيه بس العلبة حلوة كده يعني مليانة اا تقدر اللي انت تستخدميه على الكوع على الرقبة اا ليه استخدمات كتير قوي بس هما المنطقتين دول اكتر منطقة اا بيتخليها حلوة جدا اتمنى كل حد بتفرج علي لازم يجيبه لو انت بتعاني من اا اسمرار كده في الرقبة او الكوع عندك حلوة قوي 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 عن تجربة يعني اا بس كده ده الروتين بتاعي النهارده روتين خفيف جدا يا ربي يعجبك لو عجبك بقى الفيديو بتاعي ما تنسيش تدوسيلي لايك ولو انت اول مرة تشرفيني ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات بتاعتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتراك وبركاته اشتراك وبركاته اشتراك وبركاته